أهلا بكم مشاكل الإبصار مشاكل مزعجة للغاية في السواقة نفسه كان يكون لعيب كورة ما إش قادر يلعب لأنه عنه ضعف إبصار شديد إصلاح الإبصار أستاذ الدكتور أسامة عبد الحكيم استشاري علاج الحوال والجفون وعلاج مجرى الدم عبد صاحب الدكتوراه طب وجراحات العيون وزمالة الكلية الملكية للعيون أهلا بك أهلا بكتوراه يمن سعيدة أبو جدنا معاك النهاردة جدا للحلقة الجميلة الله يبارك فيك النهاردة عندنا ثلاث قضايا نبدأ بهم حوارنا قصر النصر وطول النظر والاستغماتيزم أشهر سلاسي أشهر سلاسي أشهر سلاسي طبعا زكرت في المقدمة هم من الحاجات المزعجة جدا أو في الحلقة ذكرت إن هم من الحاجات المزعجة جدا ضعف النظر واللي بيعقق الأطفال يعني هنتكلم موضوع كبير قوي يعني عدسات وليزق وزرع موضوع كبير جدا 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 فهنا هنقدم من أوله بس الجزء البداي وممكن في الحلقات الجاية يكون نقدر نتوسع ونتكلم في بقية أطرافه يعني فهنا هنا بنتكلم على تعريفاتهم والعلاج بتاعهم للسهل جزء اللي بيقابلنا أنا في العين ده باستمرار دلوقتي أو في السن الصغير اللي هو النظرات يعني قصر الطول استكباتيزم دي نيل العدية الأشعة أي حاجة بنشوفها بتنزل الصور على الآخر الشبكية أنا تخيلنا إن زي الأوضة هنا لا قطاع من جنب العين من جنب العين كأنها أسمين العين بالطول من جنب غرفة الصورة بتنزل من قدام بتتجمعها في آخر الغرفة فالإنجليز عندما سموها قصر نقطة تجمع الأشعة يعني بيشوف البعيد ما بيشوفش القريب بيشوف الريب بيشوف البعيد ما لناش حلقة خالص بالموضوع خالص أو قصر النظر أو الميوبيا أو أيًا كان مصالحة بالإنجليز يعني الأشعة مصيّرة بالنسبة للعين مش قادرة توصل للإخر أيًا كان السبب لأن الإن طويلة شوية الإن كبيرة شوية احنا العين 24 ملي فالصورة مفروض تمشي للـ 24 ملي لو العين دي 25 ملي يعني ملي زيادة العشاعة تمشي برضو للـ 24 بس في ملي ناقصة أولا فبقيت العشاعة وقصيارة زي الصورة الأولينية اللي على الشمال فقصة يعني يعني حركة الأرقام بتاعت النضارة ممكن تتغير مع النمو لكن هي عمرها ما بتبقى ثابتة وبالتالي أنا كل سنة أي حاجة في جسمنا بتكبر مش بتصغر فإن لما بيكون عند أسر أو طول الرقم ممكن يتغير معنى ما هو العين لكن ما هو السابت لما بلاقي الرقم يتغير معنى أن العين يتغير حاجمها وأنا دايماً أشابها زي البنطلون زي الأميس لما براح أخذ له بنطلون واخد مقاس أكبر أو مقاس أصغر ده معنى أن الجسم يتغير مش معنى كده أنه هو في حاجة بوزت عنده أو أن في حاجة خربت أو حاجة اختلفت عنده يعني إزاي اختر النضارة المناسبة للطفل ده دي مهمة جداً 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 إن أنا كتير لما بنيجي ندي الأرقام للأطفال إن كان ذا الصورة اللي فاتت لما بنيجي ندي الأرقام للأطفال بعدين يجوني في المتابعات وفاجأة بأنه أخذ النضارة مش مناسبة له خالص وبالتالي بتكونش لمشكلة حالة جزرين يعني زي الطفل ده إن لو شفنا الفريم هنا هنلاقيه باصس هنلاقيه طالعة فوق خالص مش في النص إحنا مركز العدسة القوة العدسة دي في النص في نص العدسة دي هتلاقي النص محدوف على تحت إن كان مش حطيني عن لقاسهم مش مقاسو لا بالزبط بس مش مقاسو ككبيرة مش تفرق معايا إنها كبيرة شكلاً أنا ههمني إن يعنيه تبقى في نص العدسة يعني زي النضارات تحت كده حناية تبقى في نص العدسة ما تبقاش حناية محدوفة هنا هو عنده نضارته وعنيه محدوفة هنا هو في الطرف فوق كده فوق خالص والعدسة تحت خالص والبقرة في النص تحت خالص فبالتالي دايما نقول للأهل لو سمحتوا بناروح المحل نحط النضارات على عين الطفل النضارة اللي ألاقي يعنيه فيها في النص أقوله دي تنفع واركنا على جنب لأن الأطفال برضو بيحبوا ويختاروا وابتدأ أنقل لأن فيه نضارات كتيرة يبقى شكلها عجبني بس يعنيه إني مش في النص أنا حتى لما بروح أناقل نضارتي بعمل كده حط النضارة على وشي اللي ألاقي يعنيه فيها في النص في نص العدسة زي عندي كده أركنا على جنب بعد كده أقول للطفل أنت حابب إيه من دول لكن كتير جدا لأهل خلوا الطفل نقل أنطارة حمرة نضارة خاضرة نضارة صفرة نعم نقل مش بالشكل لازم تكون ماشية بعمل شاء ولابس نضارة قد كده أو صغيرة بس أنها مش في النص العدسة هو بفراحها بالنضارة وإحنا كتبنا مأسات فإحنا كتبنا مأسات في حتة والطفل نقل في حتة تانية والإبصار في حتة تالتة خالص يعني الرؤية مختلفة لأن مش هو ده المكان الصح اللي احنا نشوف به وإديني خوة البصار اللي أنا عايز فإحنا بنحاول نقول يا جماعة راعوا أن النضارة تبقى الآن في النص ممكن نجمع من الاتنين إحنا نقل كذا فريم اللي احنا ضمنين فيه من الآن في النص وبالتالي الطفل يتدي نقل من المجموعة دي أخي عندي خمس نضارات عشر نضارات دول مناسبين لابني إنت بقى يعمل نقل منهم سيأتي بقى الحوار في الحلقات القادمة عن إزاي نتعامل مع ضعف الإبصار أو قصر النظر بعلاجات مختلفة فيه طبعا أنا أتكلم على الليزك أنا أتكلم على أشياء أخرى غير الليزك أنا أتكلم على الاستجماتيزم طول النظر إزاي الليزك أفاد بكل أنواعه بالتفصيل في اللقاءات القادمة ضيف العزيزة القمية المالكبيرة الأساس دكتور أسامة عبد الحكيم استشاري علاج الحاول وألاج تجميل الجفون ومجرى الدمع صاحب دكتوراه طب وجرحات العيون وزمالة الكولية الملكية البريطانية وزمالة جماعة كالفورنيا وجمعية الحاول الأمريكية رئيس قسم الحاول اللي يوقفون بمستشفيات المغربي بدبي والمؤسس والمدير للمراكز الطبيبي للعيون نورت مشاكل جدا وكالعادة أبداح ربنا يخليك لا لا دائما أنتظر هذه الحلقات لأنهم مفيدا نحن بنسعد بأن نحن من التعامل نمصر المشاهدين من خلال حضرتك في اللقاء الجميل دائما نتكرر إن شاء الله خليكم دائما مع الدكتور